السلام عليكم يوم جديد لفيديو جديد نتمنى هلا فيديو لكم في أفضل الأحوال بخير على خير بصحة جيدة وانتو ما كتشاهدوا المهم أخوات الأخوان رمضان مبارك نتخلع عليكم بالصحة والهنا وتطلع مربش مكات لنا وان شاء الله لا يتقبل مننا صالح الأعمال نشارك معكم أول مائدة في يوم رمضان الحريرة اللي كتشي ما شاء الله الديدة والسهلة والعاصي الاقتصادي ونضي معكم بريوة الحد كي يجيوا ما شاء الله نتمنى تتبعوا الفيديو من الأول حتى الخلف باش نشاء الله تشوفوا الطريقة باش هنحضروا به هات الوصفات كم نبدو معكم الفيديو نصلوا على النبي باش نضيوا الأجر الله مصلي وسلي مبارك على سيدنا محمد على أهلي واصحابي أجمعين ويم أخوات مرحبا بكم معاي كم نحب بكم كاملي هنا عندي الحد كانوا عندي في موجميد وصافر لي عندكم الأخوات عندي هنا شوين تاعك خوبة صغورين وهذا كله قغي عندي شوين تاع الفيلي عندي شوية كلامة هنا يخذت الربيع كمية ما شاء الله قتشوفوا معاي بحل واحد الربطة ما بين القزور مع النز خذت هنا واحد ستة ولا سبعة وستومة ولكن صغورين اللي عندكم كبارين على أحسب رمضة كتا عرفوا تكون شوية مجاهدة نيروغي واحد وصافة ولا ثلاثة خطيت واحد حامضة اللي عصرتها كاملة واحد مع الكا صغيرة نتاع بابخيكا نسمع الكان تاع الكزبر يابس ومطحون عندي هنا نسمع الكان الكامون مع الكان الخركم مع الكان توابيث لحوة الأخوات اللي عندكم طفرين بالحال على أحسب الدق هنا يدرت مع الكا صغيرة هنا يدرت نسمع الكان زنجابل ولا سكين جبيل عندي هنا البزار عندي أنا قريبا هنا كيلو أونص دل حوة الأخوات باش تعرف وصاف هنا الهريسة اللي اختياري ولكن اللي كي بغير شوية الحارة كي خفيف وصاف من شي حارة بزر كتجديدة تجمع الكان نطحن فيها هنا زيت المعيدة اللي تحنت بها تشمول لنشحر ها وصاف ماشي بزف هنا خليت شوية تشمول خضر هك ما شحرت هش زيت زيت المعيدة اللي عندكم الأخوات غيت بخر من هذي كل موصاف ماشي تطيب هات تشمول للأخوات لحق شبا غن غن طيبو فيها الحوت باش ما تطيب بزف ك جلدي تشمول للأخوات دي الحوت هنا اخذت الميقلات زيت فيها زبدة هذي الزبدة كي تكون خاص للتيب انتم مدي وزبدة اللي عندكم اخذت هذي كخوفيت اللي اخذت تشحرهم حتي تلقو عليهم نبوط المهم هذا الماء ما كان رميهم ما كان نحتاجهم اخذ شوية تشمول بعد ما نشوف هذي كلمة كان صوت هذي كخوفيت مشي يعني يتيبوا بزاف عود تاني ولي وقاس حين غير شو يصف ما كدو شطي بزاف كان حيد هم نفس الحاجة كندير مع هذي كخوفيت غير المهم ستحت هذي 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 تشمول عود تاني لكلام قطعت قطعت هذي كخوفيت كباورين اما لأخوط خلتهم 10 دقائق على 200 درجة هكا المهم تغييط غيام كيدو وشطي بزاف بزاف لهم شوين تعز زيت كل ما نتخلهم تشو معي طائبين وطلقوا هذي العصارة دي هذي المعرك المهم ما كان لحوش الأخوط نجمع بعد نقول لكم عليش انا الملح والزيت نشحرهم مهم بحال هذي وصافي نشحرهم هنا يعجبني الفلفل والبصلة مع الحوت الأخوط مع البريوت متاع الحوت هنا شحرت هذه البصلة استعلي شوين الفلفل قطعت عندي في الموج الميت استعلي هذه تشلم اللي كانت خطرة على هذه الفلفل وهذه البصلة هنا هذه المارك اللي جمعت هذه المارك لدي الميقلات نفس الميقلات الميقلات تشلم على زبدة وشحرت فيها الميقلات بعد مكونات موهم نزر فيديو وصافيت ستابته هنا بعد كوش حتى نخلط المكونات كامل الميقلات الصغيرة ستحول تصنجرة كبيرة لأنها تكون واسعة هنا ممس زيت ستكون جمعين صغيرة ولكن يكون دادين سميت والروز ستحضر محتبر دعوات نعطيهم العاصر الاقتصادي والدد تشير بورتوكولات العاصر ومتس تحضر ونجد رجل تحضر اطلق جزار اطلق ودد اطلق ممتع اطلق اطلق لا تحتاج بزاف لا تحتاج اطلق 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 السكور اطلق نحن وث قد ستحضر اطلق قد ستحضر ونجد اطلق لكم المحما ما نضع اطلق معلو تطلق اطلق مهم لدد اطلق 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 الصحي منعيش والديد واقتصادي وصحي بخيز والدفاح والعصير عفوا منتشين وصافين هنا اخذت كوكوت زيت زيت زيتون واحد البصلة كبيرة واللاجو الصغورين الملحاء غير شوية وصافي ما بين المدة اللي غن نتحن بها الاربيع وصافي الاخوات والمهم مكونات اللي اخذت واحد ربطان تعال قصبور واحد ربطان تعال معدنوز حيت شوية غن نقردو بعدها نزيدو فاللاخر القصبور يكون غالب على معدنوز الاخوات تعالكم الحليلة كتبغي هاكي كالقصبور صافي تحنتون كجلدي دي هات الحليلة اه يعني دفت معاكم عيدة مرة الحليلة ولكن عندي مفضلة هات الحليلة الاخوات صافي تشحر الحمى ديك الحمو ديك كده المصلاك تعجبين ونشحرها شوية وستعليهم هاتك الربيع ما كيتشحاش ربيع الاخوات اخذت انا كعجبني نسلق هاكي تمعطيشه وخيزه كان اللي كيزيد وخيزه كل واحد كيفاش كيصوبها كان نسلقهم له مهم اخذت انا هناشي كيلو تمعطيشة كانت عندي مهم كانت طيبة بزف ما غادش تبقى معايا مدة طويلة قلت الله او ما نستعملها في الحليلة حسنية للاحتها المهم هنا ايه تحنتها في ميكسر وصافي حي تغير هاتك الزريعة وهذاك الكشرة الاخوات صافي هناك نزيد سكين جوي مع الكه الصغيرة دي من كان عبر شوية على البزار واحد مع الكه صغيرة عامة بقصب ورحبوب هناك عندي واحد مكعب يلا السمن لا ديروا السمن اللي كتبعوا السمن اللي كيكون حار كان يعجبني انا ولكن عندي الويد صافي كنزيد هنا يلمام غليل اخواتنا بعد مزد الحمص اللي كان مرقض ليلة كاملة على حسب انتو ما الكيمية اللي بغيتو ندرتها تجرة كبيرة ما شاء الله تكوكوت امن لكي تتخذوا وقيلة اه شي تسعى يطروا لا اشرا يطروا مهم باش نمكام عليه وما يتميام ثلاثيان هنا يأخذت المم غليل اللي غان نرويه بمهم هنا يدرت في من الجمعة شاء ثلاثي يطروا نتاع الماء المهم صافي غان نستعليها الاخوات احتيت بالحمص وصميت واللحم غان زيد العدس اللي ركطوا في المم غلي لأي يدرك هذي كحوالي اختار مباشرة لتحقيق المباشرة ترى مباشرة تطور حياتي تجد المباشرة تطور حياتي ترى حياتي لتقار مباشرة حتى تختفى الكشكوشة تصديقه أضع أشعر ربع أضع أشعر ربع أضع أشعر وعضي أشعر أضع أشعر أضع أشعر هنا أعطيت البنتي اللي ستتعمل لي هذه البريوات لاحظتها لي أحضر ليكم وليداتكم هنا أخذت غير ورقة لديل السغجولي هذي اللي كتكون شينوامك فلقيتش هذي ديال فيلو لكن هذي ديال فيلو أحسن حتى هي مؤلفة كتتخدم بها ديجة شوية صعيبة مهم كتعاتها على جوج هذي اللي كبيرة المهم دلت البريوات كباورين صحف بقوت باعلي شديرهم كباورين لاحقاش كتتقطع وكتلسك كتعرفوا هذي كتكون شوية قصيرة المهم باش تديرهم على ثلاثة كي يجو صغاورين كنت لاوما يكونوا كباورين صغاورين باش تكمل ضغية كتعرفوا في رمضان ما كينفوش ونوقفوا بزيت صافي كتلسكون بداقي كلما كتدينهم بزيت الأخوات كنتخلوا من فران يكون سخون ميات وتسعين وثمانين درجة صافي كحتية تحمرو كي يجو مقرم شنوخها كي يجو مقرم شنوك جلدي تمنى أن تجربوها كيف تجربو هذيك الوصفة اللي كنت دين معاكم كي يجو دا دين مهم أخوات المائدة بسيط كل واحد وخيرو بضارو كنشكوكم بزيت نحوص المتابعة ديالكم وكلمة طايد ديالكم اتمنى ما تبقروا شعلي واحد لايك ديالكم وتشعر ديالكم ممكن تشوفوا الحالين وماشاء الله كتجيل ديال أخوات نتمنى تجربوها والطريقة سهلة وصافية ماشي صعيبة نمو يندرت هنا يا واحد ديسي وماشاكتوش معاكم من أخوات الفيديو منك يجي طويل يالله كي يكون عامر بالنقارات المهمة اللي عندهم من القناة ما سحب حسابات ما ماشاء الله عليهم كي يدون مشاهدة كي يدون من المتابعة من المتابعة لكم وكمونتغ ديالكم نتمنى لكم رمضة المبارك ان شاء الله تصوموا بصحة حول هنا وتطلع عمر اللي تقبل منا يا ربي وصحة فطركم حتى انتم الأخوات كامل المهم بصحة فطركم المهم كل واحد وخير في دار العاصر كي يجي ما شاء الله اقتصادي وديت المهم لا تحيدوا منه هذه الخيوط اللي كي يكونوا بيت لا يقولكم محتشين ان شاء الله نشارك معكم ادي السيغ كي يجي ساهل ممكن تعرفوا الوليدات لا بدن نديروا شي حاجة مهم كتشوفوا الميدة بصيط اشكركم بززاف اللي يبقى معايا احتنا لا اشكركم بزاف ما تلخش علي اولاق ديالكم خليكم في امان الله اشكركم على السلام الفيديو ان شاء الله السلام عليكم